أكون معنا المدرب الدولية السعودية الأستاذة خديجة عبد الرحمن الصباحي أهلا بكم وأنا سعيدة بالمشاركة معكم في الدرنامج وأتشرف يعني بداية نحبين قبل أن نتكلم عن الموضوع أكثر وترميم المنازل والديكوباج بشكل كبير نتعرف على مسيرة حضرتك العلمية أنا أساساً معلمة التربية فنية كنت لمدة 30 عام لكن الميزة التي أتميز فيها أنني من الصغر أعشق التراث في عمالي في شغلي في حياتي أنا كنت دائماً يعني أنا صغيرة أنزل البيوت القديمة طبعاً أنا ماشت في البيوت القديمة في نفس المنطقة بس الوالد الله يرحمه جدتي معروفة خديجة الشامية كانت فقيهة البلد معروفة أنها كانت تحفظ كبار الشخصيات اسمها خديجة الشامية فمن هنا بدأت لما كنت أسمع الحكاوي دي فبدأت أنزل دايماً أنزل الشوارع كده بس أدور أحس براحة مطبيعية لما أنزل البلد في نفس المنطقة وأنا قبل ما أبدأ في أي مشروع قبل ما كان حلمي أني أعيش فترة في هذا البيت وفعني سبحانه في أحد المناطق لما الحمد لله بدأت في حكاية خط التقاون المبكر بدأت في اتجاه اللي هو العمل الخاص بدأت في حكاية تدريب والعمل في مجال تأسيس البيوت القديمة مع مالكة المؤسسة اللي هي الشريفة داري عبدالي هي صاحبة المؤسسة وهي المسؤولة بس أنا مديرة مشروعها ماشاء الله يعني ذكرتي أنتوا بتعيدوا تأسيس بتعيدوا بناء البيوت القديمة ما بترمموا البيوت القديمة إيش الفرق بين الاثنين؟ في فرق ترميم أنك أنت يكون فيه لازم مهندسين طبعا المنطقة الغديمة كل بيت له مميزات له صفاته لأهل البيت هذا طبعا أنت ما هو أي أحد يقدر يجي يشتغل في البيت هذا ولازم يكون تحت هيئة السياحة ويكون أمانة المنطقة أمانة مدينة جدة في المنطقة لازم يكون هم واقفين على الترميم لكن إحنا تأسيس تأسيس أن يجي خطوة بعدهم بعد ما ينتهوا إحنا نجي نشوف طابع الأهل نفسه وأنا حتكلم في النقطة هذه إن شاء الله لما نجي نتكلمها على بيت المتبولي تأسيس أن إحنا نأسس البيت هذا هوية البيت هوية البيت طابعهم بنفس أهل البيت كيف كانت حياتهم في نفس البيت إحنا نبحث ندق التفاصيل اللي كانوا عايشين فيها ونبدأ نشتغل على البيت في التصميم على هذه الأشياء جميل يعني عملية البحث عن أصله وهوية أهل المنازل بترجع فيها تاريخيا للأصول للناس اللي ساكنين فيه لأنه أحيانا بيكون الأشخاص اللي عاشوا في هذه الفترة الزمنية متوفين أو غير موجودين كيف ممكن ترجعوا للأصول للأصول؟ ونرجع طبعا يعني إحنا هذا اللي أشناها في فترة تأسيس بيت المتبولي طبعا بيت المتبولي بيت عريق جدا أكي عمره زمني 420 سنة وأكتر يعني كمان يعني ما تتخيلي هذا كان حل أننا نحن نشتغل فيه فلما جاء أعرض علينا طبعا بداية المشروع كان للمؤسسة بيت المتبولي في مهرجان كنا كده هذه كانت البداية وكان في نفس الوقت فيه يعني كانت ماسكا شريفة داريا ماسكا من المشروع ده تأسيس بيت بايشن وفي نفس الوقت ماسكا النشاط اللي هو بارع نزول بارع لأول مملكة اللي هو اهتموا بالحرفيات هي حاربت أليم ما وصلت بارع للمنطقة الحجازية وفادا وهي اللي كانت واقفة على المشروع كامل هل تتكلمين أكثر عن مشروع بارع اللي هو عبارع عنه؟ مشروع بارع طبعا هو معروف الآن ما شاء الله في المملكة ككل إنهم هم يهتموا بالحرفيات بيوفروا لهم الأماكن اللي يعرضوا فيها عمانهم يشاركوا في المهرجانات يشاركوا في الأسواق هذا بارع الآن بس متى دخل بارع في منطقة في المنطقة الجدة أو في منطقة البلد كان هو قبل تقريبا سنتين وكانت شريفة داريا هي اللي دعتهم وأول ما بدأت هي المشروع هنا في ذلك الوقت وكانت ماسكة بيت بايشن فتوجهوا الملاك اللي هم بيت المطبولي لما شافوا بيت بايشن أعجبوه فطلبوا منها إنها هي تهتم ببيتهم بالنسبة لها هي كيف اهتمت؟ كما أحدت مدة زمنية وإيش الأشياء اللي عملتوها في البيت؟ هو لما أخذنا البيت ودخلنا البيت تنبهري فعلا فيه جمال البيت مطبيعي من الزخرفة فيه كان الأستاذ عمر المسؤول ولدهم الكبير هو لما نيقود يحكيك تنبهري أنت تحس إنه كأنك عايشة في البيت فتخيلي هم لهم تقريبا 25-30 سنة تاركينا البيت ورجعنا إحنا بس هم عاشوا هم صغر هذه الصور من البيت؟ احنا مش شايفين صور معنا؟ لا هذه الصور من فن الدكوباج هذه المشاركة في مطقة شرم الشر نحن نتكلم عنها بعد شوين إن شاء الله بإذن الله حيكون إذا نتكلم حيكون لنا دقاء تاني حتكون شريفة داليا ممكن هي تجيب لك مصور المراحل اللي اشتغلنا كيف كان البيت وإنما خلصنا كيف كمتحف صار الحمد لله تذكري بداية عن انبهاركم بالتفاصيل الموجودة والزخارف الزخارف اللي كانت موجودة دخلنا وكان طبعا في البداية جدار جداريات بس اش تحسي في تفاصيل جدا جميلة إنه الناس اللي اول ما تبدأ تحبي تحسي إنك انت عايشة في بيت لكي سابق هذا في منتهى الرواعة بدأنا إنه إحنا ناخد التفاصيل من جدتهم آه ما شاء الله يعني هي مو اشتغلنا كده لا شوائلة رحنا للبيت أخذونا على بلاد المتبولي لأمهم هي كانت واحدة من حريم أولادها هما خمسة أولاد كان عندها الجدة الكبيرة وهذه واحدة من حريم أولادها اللي هي الله يديها طلطة العمر الوحيدة اللي عايشنا وبدأنا سجلنا التفاصيل ايش كان هنا واش كان هنا واش كان هنا كيف كانوا يعني متعة متعة الإنسانة هذه تقعد معها ثلاثة ساعات يمكن جلسنا معها أخذنا دقة التفاصيل ونفزناها طبعا زي ما كانت هي متخيلة ثلاثة أشهر واحنا نشتغل طبعا نجيب حاجات وما خلينا مكان نسافر نجيب يعني حاولتوا ترجع الزمن المريكي نجيب الزمن نجيب الزمن ايه وهم كان عندهم مختنيات بس احنا اهتمينا كمان انه في أشياء ما هي موجودة كان طبعا الله يبارك له الدكتور العطاس سيد العطاس كان هو كمان مساعدنا كثير هو خبرة خبير التراث فكان يجي انصحنا جيبوا هذه الحاجة من هنا جيبوا الحاجة وكان معنا يد بيد الين ما شاء الله تبارك الله خلال ثلاثة أشهر كنا مرة كانت فترة ضيقة وبعدين بس للعلم بأيدي سعوديات فتيات سعوديات وسيدات سعوديات يعني هي الشريفة داليا وأنا كنت مديرة المشروع لمسؤولة عن كل التفاصيل وكانت معايا في بنت أخوة مهندسة دي دزاين ملاك صباحي وكان معانا كذا سعوديات فقط سعوديات اللي اشتغلنا في البيت شاء الله ديكم العافية دائما السعوديات في ورحة المرأة تسبت نفسها ماشاء الله يعني معايا مذكرة تاريخية مبادرة أمد بولي لترميم كده أعداد بناء المنزل حكينا أكثر على هال مذكرة وفي الأخير صورة بسيطة من المنزل من داخل المنزل تراث وأثر هذا طبعا في أسنان ما خلاص من إحنا تقريبا على النهاية فكرنا أن نحمل نعمل حاجة تكون لها الطابع بيت المتبولي إنهم هم يخرجون ناس تكون لهم ذكرى جميلة كهدية صغيرة لما يدخل كزعية ومتحف لأنه عبارة عن ايه كان متحف أسسنا متحف ومقعد الرجال وفي مقعد الشباب لأنه لازم اتشاف التفاصيل هذه في مقعد الشباب وفي بيت الست لازم زيارة للا كان لازم زيارة وتكونوا معانا في الموضوع ده وندخل البيت يعني ما شاء الله ملاك وفاتحين وممكن يستقبلوه يستقبلونا في أي وقت نحن نعمل نزور ومرة وتكوني معانا أيضا من عيوني أكيد يعني خلينا أسألك عن محور آخر عن ملتقة شرم الشيخ ملتقة بصمة إحجازية مع الديكوباش حكينا أكثر على الملتقة ومشاركتكم فيه هل ملتقة شرم الشيخ الأول طبعا هو ملتقة كان جاتنا دعوة الدعوة جات للشريفة داليا العبدالي هي مستشارة وخبيرة في التراث فجاتها الدعوة على أساس أنها تشارك من مؤسسة المسؤولة عنها الدكتورة ناريمان والفنانة الشاعرة هي المسؤولة برضا كانت منعوة طلبوا منها أنها تحضر وترشح أسماء تكون مسؤولين في نفس المجال لأنها كانت مركزين على موضوع التراث فرشحت الدكتورة رانيا خوغير متخصصة في الأزياء متخصصة في الأزياء بعدين متميزة يعني هي فنانة تعتبر عالمية مو بس إنها على المنطقة المملكة لأنه حتى في ندوتها وفي محاضراتها لو تشوفها تكلمت كانت في بيهار بالنسبة لها لأنها تمسك الزيء لما تعمل الزيء التراثي ما بتاخده من منطقة واحدة هي عملت رسالة الدكتورة عندها كانت على 24 دولة يعني كمان جميل إنها تاخد وتاخد في قطعتها لشين تصير مميزة من 24 دولة في قطعة واحدة تخيل إنها تحسي قطعة محمل مبهر أكيد بعدين الجميل إنه إحنا أسنان محاضرة يعني شفنا أشياء إنها في ترابط يعني دول الدول الأوروبية هي علاقة في بعض لكن ربطتها في قطعة واحدة عندنا موجودة لأنه إحنا بالذات منطقة الحجاز تعتبر بتستقبل من كل منطقة فالحجاز هذا بياخد إنه بياخد من كل منطقة بيصير عنده كشكل يعني يبدأ ينفذ هذه الأشياء في القطع حقته طبعا كالمرأة الحجازية إحنا بنقول اللي هي كانت في البيت فتلاقيها ما شو الله تبارك الله قطعها مميزة الدكتورة راني استشارة داريا خبيرة كانت بتتكلم بصفة عامة عن التراس الحجازي عن المرأة الحجازية عن دور المرأة الحجازية في نفس المنطقة التاريقية منطقة الحجاز بصفة عامة وبعدين كنا نحاول نوصل لهم نقطة إنهم هما كان أول أن إنهم هما شايفين أن المرأة السعودية مضطهضة كنا في اجتماع هذا الكلام صار في اجتماع أول ما هذا فستغربوا معنا عملوا اللقاء معنا للعالمين فبقولوا إنتوا كيف تلاتوا وإنتوا حجازيات فقلنا لهم إنتوا ليش قالوا لأنه إحنا نعرف إنكم مضطهدين يعني شفنا الكلمة مرة كبيرة ناجحات الآن وصلوا للعالمية إيواء استغربنا إنهم لسا ما زال هذه فكرتهم فجلسنا نوضح إنه فعلا المرأة ما هي مضطهدة المرأة لها مكانتها هنا بالحجاز بالنسبة إنها بدأت نجاحها في كل المجالات كل المجالات وبصمتها موجودة في كل مكان وعندنا الرجل بيقدرها بتقدير مو طبيعي يعني مو بس إنها هي بتثبت نفسها حتى الرجل بيقدرها وبعطيها مكانتها في كل مكان بالتأكيد يعني دل تذكريني بالتحديد مشاركتك الخاصة كمنطقة الحجاز إيش كان مشاركتك كوراق أوراق ورش العمل اللي قدمتيها هناك هو الجميل في نفس اللقاء هذا كان طبعاً هو كان فن تشكيلي وفي نفس الوقت الحرف والتكلم أو تكلمنا على التراس أنا كان بالنسبة لي أني أنا بصمة حجازية كانت ندوت يعني بصمة حجازية لفن الديكوباج أطلعت تكلمت عن فن الديكوباج طبعاً لو جينا تكلمنا عن فن الديكوباج هو فن جميل وبسيط في نفس الوقت البسيطة الممتنع يعني ممكن أنت تخرجيه بمخارج جداً جميلة وممكن أنك أنت طبعاً يكون بدائب وبسيط الفن هذا هو ما هو فن حديث فن قديم طبعاً أنا عرفت أنه هو فن قديم من القرن الثاني عشر وبعدين أشتهر في القرن السبعطاش إلى في فرنسا جميل يعني لو تشرح للمشاهدات إيش هو فن ديكوباج؟ أنا عندي فكرة خلفية عنه لكن إيش الفقبان ومثلاً بين فن التشكيلي والرسومة العادية؟ فن الديكوباج أنك أنت قبارة عن قص ورص الأوراق مو بس الأوراق رسمات يعني معينة رسمات معينة هو هذا جماله أنك أنت تستخدمي الصور وفي نفس الوقت تدمج معها الألوان أنك تشتغل عليها بالألوان اللي هي يصير كأنك لما تجي تطالع في اللوحة أو في العمل اليدوي كأنه هو فعلاً كبرسوم ما تحس تفرق بين العمل وبين اللوحة فنية فتشتغل على المجال هذا أنك أنت تجمج بينهم الاثنين وممكن تجمج مناديل يعني شغلنا أول في البداية كان عبارة عن إيش؟ على عمال الفكتورية وهذا اشتغل فن الديكوباج بالطريقة دي إنه كلهم حتى موجود في الساحة إنه إحنا مندي إيش عمال فنية ديكوباج الفكتوري الشخصيات اللي هي هالأنجل ألم أعرفين لكن بدأنا لا إحنا كحجازين بصمتنا فيها يكون بصمتنا وأخذنا دورة الحق نوم قبل شهرين اللي هي كانت في منطقة الحسن نهر الأردن نزلوا فركزوا إنكم إنتوا تستحددوا هويتكم إنتوا بلاش تدخلوا في مجالات ثانية كان في مجموعة متدربات عشر متدربة البنك الأهلي كان دائمنا في الموضوع وطلعنا فعلا كان المشروع جدا نازح نزلنا إنه فعلا خلاص إحنا نركز على هوية الحجازية الحجازية بالنسبة لنا الحجاز أو منطقة المملكة كل واحدة في منطقتها بتميز إيش المنطقة هذي تجب إيش تتميز تبدأ تبرزها في عمالها يعني إيش الأشياء اللي حاولتوا من خلالها تبرزوا المنطقة الحجازية والتراسة السعودي بشكل عام شوفي زي أنا مثلا عندي كنت عامل صناديق الصناديق هذه تحمل الطابع الحجازي لما تجي تطالع في الصندوق المرأة الحجازية بلبسة البرانسيسة بأدقة تفاصيل موجودة على هذا فالطالة هي تحفى وفي نفس الوقت أنت تتعرف إيش المنطقة هذي كيف كان وهذا لبسة هذا عجبهم تبرزي طبعا هو كذا تقنية ممكن يكون 3D ممكن يكون بارز ممكن يكون مسطح فكانوا هما يمسكوا يتحسسوا طب هذي كيف كان كيف كان كانوا بيسالوا عن أشياء وفي نفس الوقت يقولوا خلاص وصلتنا الصورة كيف بيوتكم الرواشين كيف تكون طريقتها طبعا منطقة الحجاز ترى كل بيت له بصمة ولو تختلف كل بيت مختلف مختلف لو بصمة وتختلف حتى الرواشين لو جيت نزلت البلد تلاقي كل رواشين بيوت يدل كمانا تبدل هوية غير ايه هوية وتلاقي البيت يبرز يعني مكانتهم يعني في البيوت اللي هما ما شاء الله يكون أساسا مكانهم في المنطقة تلاقي رواشينهم تختلف عن البيوت العادية فيه أشياء بسيطة بس هي لها تعبيرات عن أهل البيت تعبر عن هوية أهل البيت يعني فنانة تشكيلية وأيضا فن الديكوباج والرسم على الحرير وأيضا الديكوباج كمان له خامات مختلفة للرسم عليه إيش الأقرب لقلبك كفنه أقرب لقلبي هو طبعا أنا فيه مو بس فن التشكيلي أني أنا أرسم عندي لوحات بالفن الزيتي باللوحات بالالوان الزيتية والإكريليك وعندي فن الفسيفساء ممكن كمان هذا أشدار في مهرجان في سوق عكاز لما طلت بلوحتي هذه في السوق عكاز كانت الفسيفساء مرة عملت في ذلك الفترة ضجة معنا الصور؟ لوحة الحصان هذه فن فسيفساء عبارة عن قزاز صغير هذه لوحات مشاركة؟ هذه مشاركة شرم الشيخ هذه في الجنادرية هذه الصورة في الجنادرية شاركت العام في الجنادرية وهذا صندوق هذا الحجازي؟ هذه بصفة عامة مو حجاز فترة المملكة بشكل عام هذه المرأة النقاب وداخل فيها إكسسوارات وفضيات هذه القطة باعت العام كانت برضو في مهرجان الجنادرية الجنادرية هذه الآن هذه برعا سنية سنية على الأساس أنها فيها أحصنة أنت شوفيك إنها هي لوحة لكنها دامجة فيها الألوان هذه من الأشياء اللي مشاركين كنا فيها في المهرجان هذه لوحة عن حب الرسول لأنها كانت مناسبة مولد الرسول في نفس الشهر فكنت عملاها أحبك يا رسول الله هذه شاركت فيها في شرم الشيخ هذه لوحة هي عبارة عن فن الدكوباج وفي نفس الوقت الرسم ما شاء الله يعني ما شاء الله المعارض والمهرجانات والبازارات المشاركة فيها كثيرة مهرجان ما شاء الله تبارك الله وكاب ورجنادرية أيضا جدة تاريخية بتكوني حريصة على المشاركة بأشياء مختلفة كل مرة تبرزي شيء مختلف ومتميز أكيد أكيد إنه من كل منطقة عندنا حرفيات في المملكة جدا رائعات مبدعات والله لازم إننا موصل للعالمية ما شاء الله فتتعرفي على المجتمع داك وكل كان جدا جميل هذه ليه وبعدها شاركت طلبون إن شارك معهم في مهرجان الورود برضو شاركت في نفس المهرجان كانت أبارة عن لوحات وعمل بسيط بالنسبة للدكوباج بعدين شاركنا في مهرجانات كثيرة اللي هي بس كل مرة نطلع منطقة ونشارك معهم في أشياء بسيطة ممكن تكون برضا هي لوحات وتكون عمال فنية الميزة اللي تميزناها اللي هي نقلتنا لشرم الشيخ لأنه كانت على مستوى إنه فيه فنانين كثير من مناطق مختلفة يعني مو بس من المملكة كان من المملكة معانا فيه الأستاذ حابس فنان سعودي غير إحنا السعوديات هو كان فيه معانا الأستاذ كان معانا الأستاذ مرزة من المنطقة الشرقية فنانه لو مكانته وقدره يعني حاولنا إنه إحنا نبرز السعوديين لهم مكانتهم فيه كان من أنحاء منطقة تانية كان من العراق من فلسطين مشاركين معانا وكان يعني حلو إنك خطوة تبدأ تخرجي خارج المملكة وتبرزي أعمالك وشغلك في المناطق صحيح هذه كانت أول مشاركة لكم خارج المملكة هذه أول مشاركة لنا خارج المملكة تانية قريب خارج المملكة أو داخل المملكة في مناطق مختلفة أكيد إن شاء الله بإذن الله الآن في كزا عرض جاينا بس إحنا منتأنى في حكاية الخروج خارج المملكة على أساس إنه عندنا إحنا كمان ارتباطات فبس بنرتب الأمور وبعد نعلن عناها إن شاء الله إيش المشاركات الجديدة قلت أسبوع الجاي فيه كمان تكون أشياء إن شاء الله بإذن الله الأسبوع اللي يجي حيكون عندنا مشاركة يوم الخميس في الفروسية هي نفس الفكرة إن إحنا هنستقبل الفنانين من خارج المملكة بس بسيطة يعني بالنسبة بسيطة يعني إحنا ما حاولنا لأنها يوم واحد الفعالية لكن بنرتب على إنها تكون كبيرة المرة اللي تجيه طبعاً الله يجزي بالخير الفنان حابس هو المسؤول عن إنهم هو هو اللي عمل الدعوة للفنانين واستقبلهم من دخل المملكة أنا المشرفة عليهم هنا حكون يوم الاحتفال هيكون فيه حرفيات مجالات مختلفة في نفس اليوم في نفس الفروسية هيكون فيه الدفاع الجوي هيكون فيه احتفال بالسيارات للشباب على أساس إنه هو واحد يوم بس وينتهي في نفس اليوم هيكون عندنا الكوان من شاء الله في يوم بعد عندنا مشاركة هناك تراس وأسر مشارك برقن خاص أخذ حرفيين عندنا حيشارك معنا الفنان المعروف جمال الشيخ جمال الجهني هذا فنان في السبح وفي خرطة السبح فهناخده معنا حيكون في منطقة يومبع وفي حرفيات كثيرة وحيشارك حضرتك أيضا مدربة بالدربي الفتيات مدربة وفي نفس الوقت على أساس أني مديرة تراس وأسر وقلب جدة مع شريفة داري كيف تلاقي إقبال البنات على هالنوع الجديد من الفن سواء أيضا إعادة بناء بيوت قديمة وحتى ديكوباج وفنون أخرى يعني كمدربة لقيت صعوبة في جذب الفتيات لهالفن ولكن في إقبال شديد من البنات حابين يتعلموا هالشيء ما شاء الله تبارك الله في إقبال من الصغر والكبار وتحسيهم مبهورين ويطلعوا بنتائج أحيانا أنت ما تتوقعي أول ما يبدأوا حتى طريقة القصم تكون عندهم شوية ركيكة هذا اللي أداني خلاص الآن بعد طبعا خبرة دي كم سنة وانا في هذا المجال صرت عادي لما أتوقع أنها في النهاية تطلع لبنتائج غير طبيعة صحيحة توقع كمعلمة ما شاء الله ثلاثين سنة فصال عندك الصبر ومعرفة مين الطالبة اللي ممكن يجي منها والفتالي لأه هو كده هو خلاص أنه سبحان الله أنت بعدين أمو بوحدة يعني أنا بقولك يمكن في الخمستاشر يطلع لك اتنين فقط اللي ممكن أنا في التدريبة أبدأ بخمستاشر واحدة في أي دورة فتلاقي تلاتاشر يطلعوا لك مبدعات يعني اتنين يكون شغلهم ركيك يعني مو إنه هو بس برضو والله إخراجاتهم كلهم رائعة إيش الأعمار اللي ممكن بتبدأ عندك التدريب؟ أنا بدرب أدرب على فن الدكوباج وبدرب على الرسم على الحرير وعندي كمان فن الفسيف الساعة والمزيق بنات صغير أعمار صغيرة ولا ممكن؟ بأشتغل كده صغير والسن الصغير اللي هو من 13 سنة أبدأ معهم علىين يكون 16 سنة هدي لها دور وقاصة واحدة مبتدئات يعني مبتدئات وبعد كده في عندي اللي هي الدورات للكبار اللي أديهم في أشياء متقدمة أشياء متقدمة أكثر الدورات دا حين إحنا أول كنت على أساس أن أخذ في أي مركز لكن الآن بنشتغل أنه يكون برضو في تراث وأسر سنعمل ورشة ونشتغل فيها بإذن الله حتى شهادات معتمدة بنات في قلاص أي ومن أخر وجمعيات أنا طبعا أنا عن طريق البنك الأهلي مدربة معتمدة للبنك الأهلي في الجمعيات لأنه لازم تكون عن طريق جمعيات لكن الدورات الخاصة اللي هي تكون عن طريق تراث وأسر ما شاء الله يعني أهمية الأثر وأهمية الحفاظ على هذه الأثر الجميلة المختلفة سواء في أعمال خاصة في النية أو حتى إعادة بناء بيوت منازل قديمة يعني دوركم في مركز تراث وأثر وهدفكم للمستقبل وأهمية حفاظ على التراث هل تحدثين على هذا الجانب؟ والله إحنا بنحارب على هذه النقطة وعندنا الشريفة داريا بالذات أنها هي بتهتم أنها تصحح المفاهيم بالنسبة للذات الصغار في السن طبعا إحنا بنستقبل البنات من المدارس بيجوا يعمل عندنا جولات رحلات أي رحلات بيجوا وبناخدهم طبعا يكون أول ما تدخل البنت مبهر على المكان طبعا هي عاملة المكتبة يبارا عن صفة ومجلس الصفة هادي في الليل بتصير إيش؟ هدا هدا كده كانوا زمان الصفة بتصير ترجع تصير مكان نومهم يفرشوا طراريحهم وأشياءهم يناموا ويرجعوا في الصباح الشروعة واستقبلوا في الصفة دي فطورهم والمركب على قولنا أنا ما بقولك مطبخ مركب يسموه مركب هذه الأشياء لما تدخل البنت تبهر كانوا كده عايشين مرة حلوة تلاقيها إنها مبسوطة إنها وهي طبعا تقولك كيوت طريقتها طريقتها الخاصة بس جميل إن تحسي والله إحنا نمبسط من انبهارهم وإنهم هم تحسي إنه فعلا أنا هروح أقول لي ماما أنا شفت إيش اليوم أنت كنت يعيش يا ماما وقلنا لا مو أمك جدتك اللي عاشت الوضع ده بعدين كمان عندنا ركن كرسي كده خاصة عاملين اللي هو التراسة الحجازة اجلسوا يلبسوا اللبسة الحجازة اللي للبسهم يتصوروا صورة خاصة وتحتفظ بها غير كده حتى الفطور لما نعمل لهم فطور فطور لازم يكون حجازي تبتعي لهم فطور كمان طبعا الرحلة تكون مكمة يعكلوا الفول والمطبقة لشان جبلهم هي يعيشوا خلاص إنك تعيشي الوقت هذا فانا كيف كانت حياتهم بعدين ناخدهم على رحلات يروحوا يشوفوا بيت نصيف بيتا متبولي نبدأ نوريهم مسجد الشافعي يشوفوا الدكاكين كله تلاقيها البنت مرة ببهورة حتى الأجانب يعني ما تتخيري قدي الآن أنا قبل فترة نزلت أجانب جونا من أمريكا وكانوا هما الأساس هذا صاحب الطيران هناك أكاديمية الطيران كان له ممكن تقريبا خمستاشر يوم وكان كل يوم ياخدوا مجموعة يعزموا في فندق وما عرفه ألين يوم أنا ما أخدتهم أهو بنزلتهم البلد وبيت نصيف ومنطقة كاملة ورجعت أخدتهم على فين؟ على مطعم شعبي منطق شابلة في الخالدية أكلوا أكل شعبي ألين اليوم هما يرسلوني الرسائل إحنا شاكرين يعني كانت الغلولي الآن تعتبر من أحلى زيارات في العالم يعني إحنا زرنا ديك المنطقة وشوفنا كيف عاداتكم وغيرتونا فكرنا عن السعوديات صحيح جميلة صار أصبح مؤخراً اهتمام في منطقة جدة تاريخية والمهرجانات اللي بتصير مختلفة يعني كنا كده رمضاننا كده مشاركتكم كمان بتكون متميزة في المهرجان حكينا عن مشاركتكم في مهرجان جدة تاريخية إيش بيكون هدفكم في المشاركات هذه؟ إحنا بنفتح مكتب تراس وأسر بيجونا الزوار نفس ما بيقولك على حكاية نعم هو بيجلسون المنازل نفسها المنازل وبعدين هي في مكتب تراس وأسر لازم تزورونا إن شاء الله عاملة خلفية عندها منطقة خلفية ثلاثية لأبعاد أخذ من كل منطقة في جدة بيت ومجموعة البيوت الحجازية كلها ورسمها في نفس اللوحة وطويلة على أساس لما يجي يوقف الإنسان وتصور كأنه داخل في البيوت القديمة عايش فيها فكلهم اللي بيجوا بتصوروا وبيجلسوا وتفرجوا على التاريخ حق المملكة وبيكون في تلفزيون شغال في أفكار الآن بنقطط لها على أساس بنشتغل عليها إن شاء الله حتكون في المهرجان الجديد يعني وإنت شخصيا ما لك مشاركات في فن الديكوباج بتكون موجودة إلا إلا أنا مشاركة في بارع شاركت نزلت في بارع اللي هو كان قبل سنة أو ثلاثة سنين تقريبا أول واحدة أنا من اللي شاركوا في بارع في المملكة هنا أنا والدكتورة أرانيا خوقير وكانت عندنا معانا أستاذة روعة في التصوير هي معانا أستاذة فريدة في الليفس الحجازي ومعانا في زميلتنا هند الجروان كانت برضا في السباح كنا كلنا نازلين حرف وفي نفس الوقت بنبرز الفن السعودي في منطقة الحجاز كل واحدة بتخصصها صحيح وذكرتي من شوي أنه في حرفيات ممتازات ومبدعاتي حتى أسر المنتج أيضا لديهم حرفيات رائعة يعني بتستقطبوا النساء المثلا عندهم مشاريع صغيرة بعض الأسر المنتجة هل ممكن برضها تتبنوا مشاريع معينة أو حتى أنا والله شوفي بتكلم حبيبتي عن نسان المستشارة داليا هي يعني ما شاء الله عليها فكرتها أن حتى القرى بتروح عشان تبحث على السيدات اللي يشتغلوا الحرف القديمة خصصا القديمة بتحارب على الموضوع ده وما في اللي بتسأل كل واحد بالذات اللي هم كانوا يشتغلوا السراويل القديمة حق الرجال الحرف القديمة هذه تقريبا اندسرت فبتبحث عنهم الآن على أساس أنها بإذن الله بتخطط لهم على الشغل القادم بإذن الله بصفة عامة الحرف كلها الخزة فالهذا الآن هي عام لهذا مشروعها الجديدية بدأت فيه من أول في بارع نزلت مجموعة لكن الآن بتعمل خطة خطة كبيرة إنها تشتغل عليهم ويكون تحت مظلة التراث وأسر تحت إشرافها جميل إيش المشاركات الجاية بإذن الله في المهرجنات والله أنا جاتني دعوة أنا جاتني دعوة أمس رفضتها لأنها متعاردة مع أشياء اللي هي عندي هنا جدي مرتبتها جاني كمان معرض في أميرة نورة برضو ما قدرت لأنه في أشياء مرتبتة بيها فما حقدر أني أشارك بس إن شاء الله بإذن الله قريبا تسمع عن أخبار جدا جميلة لنا في نفس المنطقة إيش الأخبار إيش لو ما نقدر نعرف بعض الأفكار ما أقدر أنا أعرف بيها لأنها المفروض لأنها المسؤولة عن هذا الشيء لكن بإذن الله نحن دائما ما يكون عاما إلا لنا بص ما يكون لنا والأولادنا بإذن الله بالتأكيد مسيرتك ما شاء الله متميزة خليني أسألك كمان عن الرسم والرسم على الحرير أيضا من ضمن التخصصات المتميزة لكي كمان نترجع للديكوباج مرة ثانية أنا شفت بعض الصور كنت جبتينها شوية أعمال جدا متميزة ورائعة طريقة الدمج أنا في البداية توقعتها رسمة لكن ضلعت مثل ما ذكرت هي قصة لسق وموضوع ما هو سهل أبدا القطع الواحدة ممكن تأخذ منك مدة زمنية تختلف طبعا في قطع وان ممارسة يعني الآن في قطع ممكن أنها تأخذ منك يومين وفي قطع لا لازم تأخذ منك على الأقل أسبوع تشتغلي وتتركيها لأنه هذا ميزته أنك لا تشتغلي على القطع كاملة في يوم واحد لا تشتغلي وتتركيها أنها تجف أنه مراحل أليما توصل للقطع في النهاية تقريبا نسقو حاجة عندكم أخذ دورة أنا أحاول الفنون والرسم أسعتين جدا سعادة خديدة شكرا أكيد كلمة سكر حابة توجيه هذا أكيد أوجه هو الشكر لزوجي هو الدعم الأول أبوهتان لأنه صراحة لو أم هو أنا ما كنت وصلت للمرحلة دي يعني دائم يد بيد كمان في البداية في كل المهرجانات تنزل معايا ما شاء الله وهو واقف بسأل بي منه يساعدني وراء كل امرأة ناجحها رجل العظيم وغير كده طبعا أخواني والوالدة الله يطول في عمرها دعواتها عندي بناتي أولادي ما شاء الله تبارك الله كلهم دامين شريفة داليا الأخت الحبيبة يعني بجد هي أكثر واحدة أكثر واحدة ماسكة بيدي وساعداني وعلى أساس ما شاء الله بعدين إحنا ترى هذه ميزة كانت لنا في ملتقى الشيخ لما وقفت وأنا شكرت جوزي ونفس الشيخ الشريفة داليا شكرت أخواني وكتبوا عنها حتى هناك أن المرأة السعودية من مكان وقفتها بتشكر جوزها وتشكر الولي أمرها يعني فعلا إحنا لازم نوضح أنه إحنا ورانا الرجل الأول هو الدائم فألف شكر لهم وربنا إن شاء الله لا يحرمنا منهم بجد لنا لقاءة ثانية وزيارة تغطية خاصة للبيت التراتب لازم في نفس الوقت أنا مكتب والأعمال الفنية موجودة في البكتب الثاني في قلب جدا بالإذن الله فالله يحييكي يا هلا بيك يا غالية أرجوك معنا سعدتين وأيضا كل شكر لكم مشاهدين على متابعتكم لفقرتنا اليوم إن شاء الله لقائي فيكم يتجدد بإذن الأسبوع القادم في فقرات جديدة شكرا